انهى جيش السوري وحلفائه عملية تطهير مدينة دير الزور بالكمل من تنظيم داعش وهي اخر اكبر المدن التي كان تنظيم يسيطر عليها منهيا معاناة اهل المدينة التي دمت اكثر من ثلاث سنوات ليتبقى بذلك لتنظيم المتطرف بعض البؤر المترمية في ريف المدينة الغنية بالنفط والزرع اعلن الجيش العربي السوري والقوات الحليفة تطهير مدينة دير الزور بالكامل من تنظيم داعش لينتهي تواجد التنظيم في اخر اكبر مدينة كان يسيطر عليها في سوريا سنين ثلاث كانت دهرا عاشها اهالي مدينة دير الزور مع سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية المزمعة جوعا وخوفا وموتا حيث اللقمة المغموسة بالقهر طبعا داعش يعني فتكت بالارض والحجر اعتدت على البشر اعتدت على المؤسسات الحكومية اللي عاشوا دير الزور كتير صعب مثل ما حكيت لك على مستوى الكهرباء ما كان فيه لانه تحالف ضرب محطات الكهرباء فيضطر الناس يعني اللي مثلا اللي يحمل المي على كتافه بالعبارة بالدمجانات او بالسطل او كذا معارك قاسية خاضها الجيش السوري وحلفائه ضد داعش الذي اعتمد احدث الاسلحة التي سيطرت جيش على بعض منها اضافة لسلاحه المعروف بالمفخخات المتفجرة بانتحاريين وعربات معركة تحرير دير الزور هي الاهم في معركة البادية السورية حيث توجد هذه المعركة بانهاء وجود داعش في مدينة دير الزور والان تتجه القوات لانهاء وجود داعش بشكل عام في الجغرافية السورية من خلال اكمال تحرير مناطق دير الزور هذا وقد بدأت وحدات الهندسة عملها لتأمين المدينة بتمشيط الالغام التي تركها المسلحون خلفهم في الساحات والابنية والشوارع تمهيدا لاعادة الحياة الى المدينة الاستراتيجية المهمة كونها نقطة وصل بين المنطقة الشرقية وباقي سوريا اضافة لاعتبارها من اهم المدن النفطية كما تعد خزانا عذائيا للبلاد اهمية دير الزور كانجاز عسكري هو بمستوى استراتيجي لانه انهى وجود داعش في اكبر معقل بشري واقتصادي ليعتمد عليه في تأمين احتياجاته العسكرية وايضا لانه فتح الطريق امام القوات السورية للوصول الى مركدي في جنوب الحسكي لانهاء وجود داعش وتطويق بقايا التنظيم بعد تحرير مدينة دير الزور واغلب الريف يتابع الجيش تقدمه تجاه البكمال الحدودية وما تبقت من بؤر متفرقة اليوم ومع تحرير مدينة دير الزور بالكامل من مسلحي داعش يكون الجيش العربي السوري وحلفائه قد انهوا بالكامل حكاية واسطورة داعش والرعب الذي تركته خلال السنوات الماضية داخل سوريا لقناة سي جتين العربية يعرف خير بك دمشق